اشتركوا في القناة 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 ففكرة اللايف كوتش ان هو يبقى حدا غريب عنهم هما الاتنين لو هياقض كذا سيشن معاهم بعد كذا خلاص مش هيعرفهم تاني فدي فكرة انا بشوفها صحية جدا بس الفكرة بقى ان عند الرجالة للنقطة دي مش قوي يعني لا او انا مش قادر احل مشاكل لا على فكرة بسي دلوقتي الدنيا تغيرت يعني انا قريدي معايا ناس بيجوا يعودوا معايا رجالة وهو حاسس ان هو عايز يحل المشكلة من غير حتى ما يقول لمراته يعني هو بيجي وبيعود معايا وبادقين في سيشنز وبنشوف الاخبار ايه من غير ما امراته تعرف ان قريدي احنا بنتكلم مع بعض او قريدي احنا بنزبط الدنيا يعني يعني الراجل اللي يقول مش حعرف انا هو انا مش عارف حل مشاكل لا كلنا ما بنعرفش حل مشاكلنا وكلنا لازم يبقى لنا حد يقف معانا وحد يساعدنا ده مش عيب وخصوصا ان هو يعني هو لا رايح لدكتور نفسي ولا رايح يتعالج علشان كده اول الحلقة اللي فاتت اول سؤال اللي بتديت به ايه الفرق ما بين السايكو سيروبست وما بين اللايف كوتش علشان فيه لابس ما بين الموضوع ده يعني ايه دكتور نفسي ويعني ايه لايف كوتش برضو قلنا ان الدكتور النفسي بيروح له حد عنده مشكلة نفسية انما اللايف كوتش بيروح له حد سليم جدا مفوش اي حاجة شوية مشاكل بس في حياته وبيعملها له طيب سؤال حضرتك دلوقتي لو جاي لو جايلك اتنين جاوزين وبينهم اطفال والوضع صعبي يعني مستعصي حضرتك بتبتدي معهم سيشنز زي والله يبصي يعني حسب ما هم بيحبوا يعني فيه فيه ناس بتحب يعودوا الاتنين مع بعض بس انا بفضل ان في اول قعدة بقعد الاتنين مع بعض وبعد كده بعض سيشنز مفردة على كل واحد لو واحده وبعد كده يرجعوا تاني يعودوا مع بعض لان فيه فيه كلام مش هينفع يتقال قدام الطرف التاني سواء من الراجل او الست ونفس الكلام بالنسبة للست او الراجل يعني فاحنا بنقعد قعدة في الاول مع بعض اول سيشن مع بعض وبعدين بننفصل كل واحد لو واحده وهم بقى مع بعض بعد كده بيقولوا انتوا قلتوا ايه يعني هما بيتناقشوا وبعد كده بيرجعوا يعني بيخليهم يوصلوا الحل لمشاكلهم مع نفسهم ودي دي حاجة كويسة قوي لاني بنقولهم حاجات مش بيقولش شايفينها في بعض هي دي النقطة ان احنا لما بنوصل لمرحلة كده يا منار انك ما بتبقيش شايفة اللي قدامك انت بتبقي شايفة عيوبه بس مع ان فيه مميزات يعني حاول تشوف المميزات والعيوب دي نحاول بقى نقعد مع بعض ونشوف ايه هيدي بقى النقطة اللي حالي راجل تلعب فيها نقطة العيوب انها بتواري الطرف التاني ان العيوب دي هو مش عيوب من وجهة نظر بتحاول قلتلي قبل كده بتحاول ان انت بناخدها في الخينة بتاعت السلبيات بنحطها في الإيجابيات بالزبط بالزبط تنفصل او تتطلق او كده المطلقة دي انسانة كاملة لها جميع الحقوق في المجتمع بالعكس دي اكتر من كاملة عايز اقولك يعني هي ايما خصوصا بالزبط وخصوصا لو فيه اولاد كمان فهي ايما بدور الاب والام فيعني اقول ايه شابول لكل واحدة مطلقة وقدرة تكمل ومستحملة الوضع اهم حاجة هي بقى من جواها ما تحسش بالنقص لان هي مش نقصة وده اللي لازم نأكد عليه هي شخصية كويسة جدا الله اعلم سبب الانفصال كان ايه كل واحد ليه اخطاؤه وما فيش اي مشاكل ان احنا تقعد مع لايف كوتش وتشوف ازاي تتعدي الحياة اللي هي بقت لوحدها فيها ومعهولتها ما فيش اي مشاكل خالص يعني نصة المجتمع كمان تغيرت دلوقتي يعني مش ما فيش كسوف ما تتكسفش تقول انها مطلقة لو تسألت مش هتمش في الشارع تقولها مطلقة يعني لو تسألت تجاوبوا منتها الصراحة وما فيش اي مشاكل انا كمان بشوف ان اللي هي المطلقة بتبقى عندها الاكسبرينس بتاعتها الكويسة بتخليها تعرف تختار تاني بالعكس ده كمان بيبع عليها سترس بيبع عليها ضغطة اكبر من اللي هي ما تجاوزتش قبل كده طيب يا دكتور حضرتك مع الجواز التاني ان هي تتجاوز تاني تتجاوز تاني بعد ما تعدي التجربة اه ده بقى لانا عايز اسمع بالزبط الانسانية life coach relationship coach وتقعد تتكلم معاه ويقعد سيشن او اتنين او تلاتة حسب حسب ما نحتاج تبدأ تشوف ايه الحاجات البوزطيف او الحاجات الايجابية اللي كانت بتعملها والحاجات السلبية وليه وصلت العلاقة للمرحلة دي وكان ايه ممكن نعمله قبل كده ينقدر نعمله بعد كده بسي واهم حاجة زي ما قلنا قبول الوضع وسماح او الغفران للشريك سواء من الراجل او من الست الغفران للشريك دي ات ازاي سواء هو غلطان او هو مش غلطان ففي الحالتين لو هو غلطان وهو انسان ما كانش قد المسئولية فالحمد لله ربنا بعد عني لو هو كان انسان كويس وانا ما عرفتش اخليه معايا معلش ده ربنا ما كانش رايد وده مش نصيبي وان شاء الله نصيبي هيجيلي مع حد تاني بس انت بتتحكي ليه يا عايزة ما بتحكش لا ما بتحكش بس مع الكلام اصلا فعلا يعني فعلا سواء كويس او وحش فده يعني ارادة ربنا وربنا ما بيعملش حاجة وحشة زي ما قلنا انت ممكن لو العلاقة خطي علاقة سيئة وفشلة انت تعلمتي منها كتير هتنفعك قدام اهم حاجة ان احنا نبدأ نقفل الباب اللي فات ونفتح باب جديد لانك لو ما قفلتش الباب مش هتشوف ببان جديد يعني حضرتك بتنصحها ان هي الاول تقعد مع العاية في كوتش وتتخلص من اي طاقة سلبية عندها علشان تقدر تدخل في علاقة جديدة انا مش معنا ايه تقرج من علاقة تدخل في علاقة تانية على طول لازم تتعالج لازم علاج يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت فيه حاجة اسمها هيلنج اللي هو بنعالج الجرح ما ينفعش ما ينفعش امشي مثلا ما ينفعش اروح اخسل ايدي وهو الجرح بينزف لازم استنى لما الجرح دا يروح وجرح دا يلم وبعد كده اخش هي بالزبط كده هو الهيلنج كده الهيلنج جوانا بقى بيبقى الجرح النفسي كمان اكتر من الجرح الظاهر انت الجرح الظاهر شايفاه الجرح نفسي مش شايفاه فلازم يتعالج ويحصل الهيلنج ومسامحة اللي فات بلاش الشخص ممكن ما نسامحش الشخص نسامح الوضع ككل وبعدين على فكرة موضوع اني اسامح الشخص مش موضوع مش الناسيب حقي دي برضو نقطة مهمة كنت لسه بقى ما بتقولي بتتحكي ليه هقولك بقى بتحكي ليه تمام علشان فكرة المسامحة تمام ان احنا نشوف انا ما بقتش بشوفها دلوقتي بلاقي مثلا اتنين مطلقين وما بينهم ولاد وهو يتكلم وحش على والدتهم وهي تتكلم وحش على والدهم فممكن يدخلوا في مشاكل ممكن يوصلوا كمان لمرحلة انهما يرفعوا قضية قصاد بعض وفيما بينهم اولاد فانا بشوف الموضوع ده احنا طبعا لازم نسامحه كل حاجة بس الفكرة ان لما المسامحة دي اكتر لما بيبقى فيه عشة ولما بيبقى فيه ولاد بس انا ما بشوفهاش بتتنفس حوالينا ما بتتنفسها حوالينا لان كل واحد بيفكر ياخد حقه من التاني وينتقم ازاي بالزرح فكرة الانتقام ازاي ينتقم منه على اللي عمله هو ازاي ينتقم منه على اللي عمله في حين انه ببقى فيه ولاد الولاد دي مفروض بتبقى خط رجع وحاجز ليهم هما الاتنين لو عايزين يعملوا حاجة بوسي النقطة الاكتر ان كل واحد حس ان هو الضحية وحس ان هو اللي مظلوم ومحدش بيشوف غلطاته محدش بيشوف غلطاته والاتنين كل واحد يقولك انا جيه على دي هي جات علي البنت تقولك لا ده الراجل جاء علي فالمشكلة ان هما الاتنين مش شايفين مين اللي غلطان فاحسن حاجة ان هم يتعالجوا يعني مش يتعالجوا هي مش علاجة يعني يتنولوهم طريقهم ويتنولوهم ايه اللي جواهم ويتزبط فيه ناس كتير قوي رجعت بعد ما عادت مع اللايف كوتش يعني رجعوا فعلا من الطلاق ورجعوا بقى من منظور تاني شافهم من منظور تاني خالص وحررتك كمال لما عادت مع الطرفين بتقول الطرف يعني الفكرة العيب ده كنت شايفه ازاي او هو كان بيعملوا ليه بالزبط نفس الفكرة اللي كنت بتتكلم عليها ان لو فيه زملاء قاعدين مع بعض في الشغل وحد منهم منطوي وقاعد لواحد وبيشوف ان هو تاني الطرف التاني اللي هو اللي هو بيتقال عليه تانيك ده لا هو مش تاني هو بس محرج منهم او شايف ان هو ممكن ما يبقاش هما مش عايزين وقاعد معهم فكل واحد بيشوفهم من منظور تاني عشان ما فيش اتصاد نفس الكلام بتاعنا نفس الكلام اللي قلناها المرة اللي فاتت ازاي ازاي بقى فيه اتصال بين الاشخاص وتفر ايه العلاقة ازاي تتكلمي ازاي توصلي اللي جواكي تطلعيه وتوصلي اللي قدامك باسلوب يتقبله ازاي بتحسسي اللي قدامك ان هو انسان كامل وزاي ما قلنا كلنا كاملين كلنا خلق ربنا كلنا فينا عيوب وفينا مميزات مفيش حد نازل كله عيوب ومفيش حد ربنا خلقه كله مميزات فلازم نتقبل الوضع على هذا الاساس لو تقبلنا الوضع على هذا الاساس وفكرنا بهذا المنطلق خلاص الدنيا كلها هتبقى زي الفل معاني طيب يا دكتور بقى هنرجع لأسئلة البيتش بتاعة المرة اللي فاتت اللي ملحقناش نكملها تمام انا متجوزة بقالي سبع سنين ومبسوطة جدا في حياتي وعندي ولدين نفسي دايما أجدت في علاقتنا ودايما عندي خوف ان حد فينا يموت او هي فوبيا او نبعد عن بعض لأي سبب انا بحبه جدا بس مش عارفة زي أحفظ على علاقتنا ببعض بس يا ما في ناس بتستكتر على نفسها الفرح او انا حسن يعني فعلا يعني وناس كتير قوي مش ناس زغيرة مش كمية زغيرة لا كمية كبيرة يعني ناس كتير قوي ما بتبقاش مصدقة ان هي عيشة كويس ما عنداش مشاكل مرتاحة حسن في حاجة دايما وحشة هتيجي بالزبط ما هو قص شايفة هي شايفة حواليها كل اللي بيقعد معاها بيحكي لها مشاكل زمايلها في الشغل زمايلها في وطفر هي فين جرانها او حتى لو عادة في البيت وعلى الفيسبوك كده هتلاقي برضو دايما بالزبط هتلاقي مشاكل كتير جدا المشكلة بقى ان يعني في مشاكل من المشاكل دي بتبقى اختراع يعني في ناس بتقعد تختارع مشاكل عشان ما تقول لكيش ان انا عايشة كويس او انا عايش كويس يعني انا كنت عرف ناس بسم الله ما شاء الله يعني فعلا بيرسون اللي عرفه ومعندوش مشاكل فعلا يعني بصي ما فيش حد عنده مشاكل بس ما عندوش المشاكل الكبيرة بس بيقضي اشتكي 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 فبقوله ليه كده يعني بيقول لي هو كده عشان ايه الناس تبعد عندنا مفيش الكلام ده بالحكس انت انت عايش حياتك استمتع بحياتك فيه نقطة مهمة جدا 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 ان انت بتكتزبي اللي بتقوليه انت بتشدي اللي بتقوليه يعني انت طول ما انت بتفكري في مشاكل فانت بتشدي المشاكل وحتجيلك زي ربنا يعني سوريا انا مش مش بعرف ايه ولا تمرده فتمرده مش عارف حديث او او ايه قرآنية فعلا يعني يعني زي وإحنا صغيرين مثلا لما كنا عايزين نزاوغ من المدرسة ونقول لا النهاردة مش قادر بطني واجعاني ومش عارف ايه ومش قادر بتلاقي يوم يومين وفعلا الطفل بطني واجعته او جاله يلوز ومرض واخد اجازة هو كده انت طول ما انت بتشدي الافكار السلبية حتجيلك افكار سلبية طول ما انت بتشدي الافكار الايجابية حتجيلك افكار ايجابية احنا ممكن حتى ما نقولش ان احنا حياتنا وحشة ممكن نعمل عليها بالكتمين نسكت ممكن دي حاجة كويسة بدل بقى ان احنا نشد الافكار السلبية لنا او نعمل كل دا بالكتمين المهم جواك انت مش مهم تتكلمي يعني الفاضلة السيدة الفاضلة اللي بتسأل هي الآن يحصل حاجة الآن يموت ما كلنا حنموت بس ليه نفكر انا هقول لحضرتك على حاجة من خلال كلامي معاك تمام لما اقول لك على حاجة بتقول لي طب ايه المشكلة حد ميت ايه المشكلة حصل اي حاجة وحشة ايه المشكلة ايه المشكلة ما هي ما هو احنا ايه المشكلة بس لما نيجي بقى ننفذها لا مشكلة مش عارفين ننفذها فإيه المشكلة دي برضو هاي دي حاجة صعبة إيه المشكلة لأ هي مشكلة هي مشكلة بس المشكلة اللي لها حل ما تبقاش مشكلة وزي ما قلنا الحل بالأكسبتنس يعني أنت تقبلي الوضع اللي حصل لأن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة ولازم تقتنع بكده مش كلامنا بقوله خلاص فعلا فعلا كده يعني أنت شفت ربنا عمل حاجة وحشة لحد شفت حد وقع في مشكلة وبعد كده أم منها وربنا كرمه ولا ما ربنا ما كرمهوش هي دي الحقيقة يا جماعة هي دي الحقيقة فعلا أهم حاجة أنك تتقبل الوضع وتقول أن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة وبعد كده زي ما قلنا ذكرى حلوة الحمد لله كانت ذكرى حلوة وزي الفل وربنا يكرمه ويوفقه أو يوفقها مع أي حد تاني وذكرى وحشة اتعلمنا منها ومش هنكرر الفكرة بقى فإن احنا ما نكررهوش ده اللي احنا بقى بنقوله ان احنا محتاجين نقعد مع لايف كوتش علشان نعرف أصلا ان احنا عملنا غلط لان احنا ما بنبقاش عارفين ان الستاب دي غلط أو الستاب دي صح وجست بقى خلاص ان احنا عارفنا ان الحاجة دي غلط بنبتدي نصلح فيها علشان لما نيجي ما تتكرارش تاني زي بقولتي البرة اللي فاتت بالزبط يا بانوار ينفع أستبدل حد بحد ينفع عانسة حد بحد ما ينفعش غير بعد ما تبدأي تعرفي ايه اللي حصل وتبدأي تنوري طريقك وتنوري الدنيا وتشوفي ايه اللي انت عملتيه كويس تكمليه وايه اللي عملتيه سيء تعدلي منه وتبدأي تخش في علاقة جديدة انما المشكلة ان الناس يعني اولا زي ما قلنا ان كل واحد حاسس ان هو عمل اللي عليه وزيادة وكل واحد مظلوم وعايز بقى ايه يخش في علاقة جديدة عشان يوري اللي قبل كده يوري مثلا خطبته ان هو ولا فرق معاه هو ده انا خطبت تاني يوم تاني يوم ايه تاني يوم ايه يا جماعة استحالة ده يعني احنا كده بنخش بقى في حتة المش اموشنال كمان احنا بنخش في الحتة بتاعت السلوك الحيواني ان انا ما عنديش حزن وما عنديش زعل يعني الحيوانات لما بيحصل حاجة بتتألم بس خلاص يعني بمجرد ما الموضوع بيعدي لان ما عندهمش الترتيب العقلي بتاعنا احنا المشكلة ان في حتة في المخ هي دي الحتة اللي بتسجل فهي دي اللي بتسجل الحزن والقلم وبيستمر معانا النقطة بقى الحيوان لقى الحيوان يعني عمرك شفتي غزيلة مثلا لقيت بنتها تكلت ووقفت تعيط عليها خلاص بتكمل مع القطية وخلاص اللي حصل بتزعل في ساعتها بس ده زعل اللي هو الزعل مش بيتسجل يعني زعل في لحظتها وخلاص بس انما خلاص هي مش هتقدر تعمل حاجة وهي عارفة انها مش هتقدر تعمل حاجة فهتمشي خلاص الانسان لا الانسان هيقعد بقى يفكر وزعلان ويفضل يكوم زعل في زعل في زعل ويبدأ مايروحش شغله او مايروحش شغلها ويبدأ يخش في حالات بقى ديبريشن وحالات ديبريشن والنجزايتي والكلام دوت وحيبدأ كده يبقى محتاج علاج نفسي بقى مش لايف كوتش خالص يعني بمجرد ما دخل في امراض عضوية لا اللييف كوتش مش هعمله حاجة يعني انا لما بقعد مع حد بقعد معاه وبتكلم معاه في الاول واشوف هل انا قدر اساعده ولا ده محتاج علاج ومحتاج سايكاتريست في الاول بالزبط اقوله لا انت محتاج سايكاتريست في الاول او محتاج سايكوسيرابس تقعد معاه وزبط وبعد كده نتكلم احنا بقى في جواك انتقي بس طب يا دكتور همارجع تاني للأسئلة انا متجاوزة بقى لي 8 شهور وفيني مشاكل كتيرة جدا بيني وبينه واغلبها بسبب اهله ووصلين للطلاق وانا مش عايزة اتطلق واتكلمت معاه كتير ومش عارفة اعمل ايه خصوص ان انا بحبه جدا بس المشكلة في المشاكل اللي احنا وصلين له وهو مش لاقي حل يعني هو مش لاقي حل هي عملت ايه لا هي المشكلة جاي كده ما هي المشكلة جاي كده ما هي دي النقطة ان انا بعتمد عليكي انك تحلي وانتي تعتمدي علي ان انا حل وبعدين احنا بنقعد مع بعض احنا بنتناقش يعني لازم المناقشة مش كده نقصة كتير لان ما يفعش نسمع من طرف واحد بالزبط بنسمع من الطرفين بالزبط والطرفين يبقوا قاعدين مع بعض ويتناقشوا والله العظيم يعني نص مشاكل اللي بتحصل في اي علاقة لو الناس قاعدوا مع بعض هدو واتكلموا مع بعض بتعدي اهلينا اهلينا طول عمرهم كانوا عايشين ايه ازاي اهلينا طول عمرهم عندهم مشاكل بس كان فيه اتصال دلوقتي مفيش دلوقتي كل واحد قاعد على الموبايل يا اما قاعد على مش عارف ايه يا اما الستة في شغلها والراجل في شغله ويرجعوا ده ينام ودي قاعدة في المطبخ طالع عن اللي جايبينها وبعد كده لما يسحى ويفوق عايز يعود يتكلم هي خلاص حتى يعد تزاكن للولاد مفيش وقت احنا مشكلتنا دلوقتي ده برضو كان بيحصل قبل كده في اهلينا مش الدرجات دي يا مانور مش الدرجات دي افتكري كده افتكري لما يعني كنت بتشوفي باباك يومانتك بيعودوا مع بعض ازاي بيتشابوا على الاقل شاي بيعودوا على العشاء مع بعض يعني احنا كنا يعني انا فكرة بابا الله يرحمه ما كناش بنتغدى لما ييجي بنقعد على غدا بنقول ايه اللي حصل في اليوم اللي احنا عرضناه دلوقتي مفيش الكلام ده هقول لحضرتك ليه مفيش هو الفكرة مش في موضوع الموبايل لا الفكرة في ان الراجل عموما دلوقتي ما بقاش زي قبل كده تمام ما بقاش نفس الفكرة على قدر من المسئولية زي اهلينا والبنت برضو ما بقيتش على قدر من المسئولية زي اهلينا ما بقاش عندها قدرة الاستحمال زي اهلينا والراجل برضو ما عندهش قدرة الاستحمال زي اهلينا تمام ما نقول للانسان زي ما اتفقنا عشان ما نقولش الراجل والبنت عموما هو كده 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 احنا اولا متطلبات الحياة زادت بالزبط واحنا الاكتبكتشنز بتاعتنا بالزبط التطلعات بتاعتنا زادت قوي يعني كل واحد لو بصل نفسه الصبح لما بيصحى من النوم ويقول الحمد لله ان انا صحيت النهاردة الحمد لله ان انا بصحة ونازل شغلي النهاردة الحمد لله ان انا قاعد في بيت ومقفول علي باب ويبدأ يومه كده دي حاجة كهيسة جدا يعني بلاش بقى نبص للناس اللي حوالينا بلاش عربيتي ادمت عايزة غيرها مش التلاجة بتعمل صوت هنصلحها ما احنا مصلحينها قبل كده وما حصلش حاجة وهكذا لا يا جماعة لا الناس يعني القناعة فعلا هي اللي حتعودك وهي اللي حتعيشك العيشة في راحة البال هي راحة البال اهم حاجة عشان تعيش عيشة صحية وعيشة رادية لازم يبقى فيه الردة ورحة البال فكرة بقى في موضوع الردة يعني محدش عاجبه حالو مهما الانسان وصل يعني مثلا اللي بياخد مرتب خمسونين جنيه مش مقصود اللي بياخد مرتب ألف جنيه مش مقصود اللي بياخد عشرة اللي بياخد مية اللي بياخد مليون كل واحد بيبقى عايز أكتر 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 ودايما فيه مقارنة ما بينه وبين غيره والمقارنة دي مش شرط هو مش موضوع حسد بيبقى أنا مش عارفة اسمها بالزبط بس بيبقى عايز يبقى زيه بتبقى مقارنة غزبا عن الواحد فهمني أنا فكرة بصي إنك يبقى لك تطلعات دي مش حاجة وحشة التموح التموح طبعا حاجة كويسة جدا بس التموح عشان تبقى عايشة برضو بريدة وعايشة كويس وعايشة في علاقة صحية سواء مع الزملاء أو مع الأصدقاء أو مع الزوجة الزوج والزوجة تموحك خليه ستيب باي ستيب خليه درجة درجة يعني ما أقولش مثلا إن أنا عايز بس أبقى تبقى في النوت إن أنا عايزة إن أنا عايزة أعمل كذا ما هي دي بقى هي دي شولانت اللايف كوتش يعني أنت بتجيلي أنا عايزة أوصل مثلا لإني مديرة القناة بعد أسبوع حاعد معاك يعني إزاي مانور بعد أسبوع هتوب إيه مديرة القناة طب هنعمل إيه الأول نحدد وقت أسبوع مش هينفع نخليها مثلا ست شهور ماشي ست هنعمل إيه في ست شهور دي هنشتغل إزاي عن نفسنا عشان نوصل للحاجة دي هحسن إيه في نفسي هاخد ممكن أقولك لأ دا أنت محتاجة كورسات تروحي تأخذي كورسات مع ترينر يعني مش مش هاعد أنا أعمل كل حاجة لا ترينر هاقولك روحي لترينر كذا أنت محتاجة كورسات كذا وكذا ونشوف هو هيقولك إيه وهكذا نبدأ نشتغل ستب باي ستب وتبدأي تلاقي نفسك بتتحسني 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 لغاية ما توصل لأ أنت عايزاه إنما فرحتي بقى أن أنا أحلم وأقول أن أنا عايز أبقى مش عارف إيه من الأيام عايز أبقى كده طيب أولا لازم يبقى متحدد أنا هعمل كذا في خلال المدة كذا وهعمل إيه بقى خطوة خطوة عشان أوصل لأن كل ما بتحركي خطوة أنت بيديكي موتيفيشن وبيديكي زي نشوة وحماس أنك تخشي على اللي بعديها إنما لو حرك لو الخطوة لو ما تعملتش هتفضلي قاعدة مكانك وتفضلي تحلامي والنقطة أن الأحلام حلوة جدا حلوة جدا أن حضرتك قصرت النقطة دي فكرة الرضا مش أن أنا بقى راضي وقاعد مكاني لأ هو أنا بقى راضي وأعمل بلاين لحضرتك بتقول عليها دي أن أنا حد الطايم معين وعايز أبقى إيه وإمتى وإزاي بالظبط بالظبط دي حالي كويسة كده وتشتغلي بقى مش أعمل الطايم وقاعد ما أعملش حاجة يعني لأ أشتغل عليها وأشتغل على نفسي وأشوف مين يقدر يفاعدني وأشوف مين يقدر يزقني مين حيقدر يزقني في السكة بتاعتي والحياة كده وزي ما بقولك الحياة العلاقات بقى علاقاتك هو اللي حيكبرك وهو اللي حيحسنك علاقاتك هي اللي حتوقعك نفس العلاقات هي اللي حتوقعك فلازم نبقى فيه وسيلة اتصال مع الناس ولازم أنا أنتقي مين اللي حعمل مع العلاقة ومين اللي حسمع نصيحته ومين اللي مش حسمع نصيحته وحسمع نصيحتك وفكر فيها ما خدهاش وامشي وراها برضو ما ينفعش لان انت بتديني النصيحة من وجهة نظرك مش من وجهة نظري وممكن تكون النصيحة معاك عاملة شغل حلو قوي تيجي معايا انا ما تعملش حاجة خالص بالعكس دي اتوقعني فهو كده كل واحد لازم يحسبها من وجهة نظره بس ده ده النقطة حلو جدا حتة الردى والطموح انهم مش بيتعرضوا مع بعض نا خالص احنا ان الردى حاجة والطموح حاجة احنا نبقى راضين بس في نفس الوقت عايزين نبقى كذا في يوم من الايام حبقى الحاجة الفلانية مش في يوم من الايام طيب معايا ان انا محددين بعد فترة حبقى كذا كده حتبدأي تطلعي السلم خطوة خطوة وحتبقى راضية وسعيدة وسعيدة بالانجاز اللي بتعمليه انما قاعد بقى عالسرير وقاعد يتفرج عالتليفزيون وكوباية الشاي والسجارة انا نفسي هبقى صاحب المصنع اللي انا بشتغل فيه يلا ربنا يرزق بقى اه ان شاء الله ربنا سعيدة كل حاجة بمشيط ربنا وكل حاجة كده بس ايه عبدو وانسع معاك بتعمل ايه عشان تبقى صاحب المصنع فاعماني بدل ما اشتغل مثلا ساعة اشتغل ساعتين بدل ما اشتغل ساعتين اشتغل تلاتة ممكن ما اشتغلش خالص في المصنع ده روح ادور على شغل تاني وشغل تاني بقى واحد صنايعي زي الفل يروح يشتغل وبليومية ويبدأ شغله يبان ويبدأ الدنيا تشتغل معاه ويبدأ هو في يوم الايام حيبقى صاحب مصنع زي ده مش ضروري ده انما يبدأ يشتغل انما انا قاعد وباخد مرتبي ومرتبي كله بصرفه وهو مرتبي راح للاتجاه المعين خلاص كده ما هيبوزت انت هتبني منين هتعمل ايه لازم تغييد تفهير لازم نطلع برا الكمفورت زون اللي هو المكان المثالي ليا اللي انا برتاح فيه لازم اطلع برا لازم اطلع برا الصندوق طول ما انت جوه الصندوق هتبضل جوه الصندوق ومش هتتحركي اوكي يا دكتور انا اتجوزت 15 سنة شفت فيها كل الزل والعذاب بعدها قررت الانفصال وما رضيش فعملت خلق وبعد 4 شهور اتجوز وظلم نفسه وابتدى يعيش اللي كان معيشه لي وندم مراجع وعايزنا نرجع هل ارجع له ولا يفضل زي ما هو احنا قلنا خص الخلق انه ما عرفش هي ينفع ترجع ولا ما ترجعش هي قررتها عادتها تاني ما عرفش لانه هو تقريبا اللي عرفهم اللي بتخلع جوزها ما بينفعش ترجع له تاني فما فيش من اي مجال للإجابة اوكي يا دكتور هل الحب ممكن يتقلب لكرة في يوم من الايام مش هيتقلب لكر بس هيتنسى يعني ولو تعالجنا صح وقعدنا صح وفهمنا نفسنا صح وقعدنا زي ما قلت مع relationship coach عشان تبدأ تعدي المرحلة ديت لو مش عارفة تعديها بنفسك لو عارفة تعديها بنفسك خلاص يوم ما حتشوفي الشخص دوت حتسلمي عليها عايتي خالص لو لسه فيه ودي يعني او لسه عايزة تسليم عليها ممكن عايتي خالص ممكن يا عايتي من جنبك ما تشوفهوش يعني فعلا فعلا بتوصل لمرحلة ان انا انا بشبه عليك والله العظيم بتحصل يعني فعلا اشوف حد كان فيه علاقة بنا زمان انا بشبه عليك يعني طالما كده دي نعمة النسيان دي نعمة جميلة ربنا عطيها الله جميلة جدا بس المهم نستعملها ازاي والمهم نزبطها بس طيب يا دكتور هل ايه سبب التغيير سواء بعد جواز بعد فترة كبيرة ان هما انجاوزين مع بعض سواء بعد خطوبة سواء ان هما مرتبطين ببعض وعدوا فترة طويلة برضو مع بعض بتلاقي دايما حد من الاتنين اتغير او الاتنين اتغيروا او المميزات بتلاقي عادي المميزات دي ممكن تبقى موجودة في احد الايوف اللي ما كانتش متشافة اتشافت ببقى ايه السبب؟ موسي زي ما قلنا الرضا احنا كل المنقدمين يعني الحاجة اللي معاه بتعود عليها فما بيحمدش ربنا عليها يعني انتي لو معاكي قلم مش حاسة بقيمة القلم دوا بس لو القلم ده مش معايا وانا عايزة اكتب حاجة هاعد ادور عليه وهاعد الف عليه انما طول ما القلم معايا معايا ده قلم انما لو مش موجود هتحسي بقيمته نفس الكلام احنا كل حياتنا في كل حاجة يعني اللي مش راضي عن وظيفته اللي مش راضي عن عربيته اللي مش راضي عن مراته اللي مش راضي عن جوزها اللي مش راضي برضو عن وظيفتها زي ما قلت انا بتكلم انسان سواء راجل او ست طول ما انا مش راضي وطول ما انا مش حامد ربنا علي معايا او طول ما انا مش شاف النعم اللي عندي عمري بحرتاح ونرجع تاني للطموح والأحلام الطموح حلو والأحلام لأ لما تحلمي حولي له طموح حطي خطتك واشتغلي عليها الحاجة التانية بقى الاتصال وسائل الاتصال بيني وبينك خصوصا يعني زي ما قلنا مع زحمة الحياة وكده الاتصال بيقل نجدده الاتصال مش عيد وقليله أنا حاسها بإيه وهو يقولك أنا حاسس بإيه يقولك أنا عندي إيه لما تلاقيه علان ما تقوليش الرجل نيكا دي وهو لما يجي لقيها نايمة آم أول ما بتسته يجي من الشغلة لقيها داخلت نامت ما هي تعبانة طب ما ما تفكر كده لما تسحى منه موعده وكلمه وانتي نمتي ليه مش عارف ايه يعني في حاجات كتير جدا انتي لو فهمتيها خلاص الحياة تبقى زي الفل بصي أنا يعني عايزة أقولي حاجة برضو لأن فيه ناس بتتخيل أنا بتتكلم صورة من الخيال والمدينة الفاضلة يعني أنا عايز الناس تجربتوا هقولي حضرتك حاجة المتصلة اللي فاتت اللي اتصلت في الحلقة اللي فاتت قالت إن فيه اتصال ما بينها وبين جوزها بس كل واحد شايفت يعني هو شايف إنه هو لأ هو صح موقفه صح وهي شايفا موقفه صح فبرضو مهم ممكن برضو بندخل على حتة الاتصال مع بعض بس ما فيش نتيجة برضو أيوة إزاي زي ما قلنا نمر اللي فاتت إزاي وسيلت الاتصال ما ها يعني أنا ما جيش مثلا مراتي قعدة تزاكر للعيال وقولناها أنا عايزك شوي اللي بتعملي ده بصراحة مش عاجبني مش عدمك إيه يا عمّة ما تسيبها تخلص واختر الوقت واختر الإسلوب واختر إزاي هتتكلم معاها قعد فكر في الكلام اللي هتقوله ما روحشي قدلق الكلام في وشها وإنت عايز تقولي وخلاص يعني زي ما في أي حاجة على فكرة مش في الجواز بس يعني زي ما مبرح قلتلك ما تقاطعنيش يا ما يارو لو في سؤال اكتبيه واتكلمي وعمليه بعد كده أنا بساعة كنتي بتساعديني يعني البرنامج ده بتاعك بس عشان ننجح لازم البرنامج ده ينجح فهي دي أي علاقة يعني نشوف إحنا علاقتنا ضيف وضيف يعني مضيفة وضيف بس إحنا الاتنين لازم نشتغل عشان الحلقة دي تنجح لو أنا جاي مش عايزة مش عايزة اشتغل عشان حلقة تنجح ولا أنت جاية قفلة النهاردة عمرها ما تنجح فحاجة أنا أقولك لأ أفوقي ولا أزباطي وانتي تقولي لي يا دكتور إيه طب إيه اللي حصل بالزبط يعني إيه اللي حصل في الحلقة اللي فاتت ما كانش عاجبنا ونصلحه الحلقات دي هو كده هي الحياة كده كل حاجة تعمليها أقعد يفكري فيها إيه الكواس اللي عملته أسوده وأكبره وإيه الوحش اللي عملته أقلله وحاول ما عملهوش بس مش ضربة من الخيال يعني لا مش من خير بلا حاجة طيب يا دكتور كلمنا عن الكورس لحابرتك كلمتين يعني مبارح الحرارات ناوي تعمله للمقبين عن الزواج بوسي يا فكريتك بصراحة وأنا فعلا يعني متشكل لك جدا الفكرة اللي انت قلتيها يا منار فعلا فكرة كويسة قوي لأن فيه وقت كده بيوصل المرتبطين ومخطوبين قبل الجواز على طول بالذات يعني يبقى قدامهم شهر ولا شهرين بيحصل حاجات كتير قوي ومشاكل كتير هم ما تعرضوا لهاش قبل كده غير بقى لما يخشوا في الديتيلز بتاعت الجواز ويخشوا في الدنيا وبعد كده حيقعد يتكوم الكلام ده عندهم في الشهرين دولة ويخشوا يفرحوا لهم أول شهر وبعد كده حيبدأوا يحصل مشاكل تانية فإن شاء الله إن شاء الله عايز أعمل كورسات لزي ما بيقولوا العلاقة الصحية في الزواج بفكر فيها أنها تتعامل في جلسات مجمعة يعني كل واحد يدي مشكلته وخبرته يعني يجو زي كان بكده بالزبط بالزبط يعني مش هتوبقى سيشن دراسة يعني لأ هي تبادل خبرات أنا أشوف اللي قاعدين معايا بيعملوا إيه عشان يحلوا مشاكلهم وعندهم إيه مشاكل والتانيين يشوفوا المشاكل دي ممكن تبقى مختلفة على المشاكل دي دولة عدوا بنفس المشكلة وحلوها فحلناها إزاي نبدأ نفتح لبعض الكلام نبدأ نفتح لبعض الخطوات اللي ممكن ناخدها عشان الدنيا تمشي فإن شاء الله إن شاء الله يعني غالبا من أول السنة كده جديدة بإذن الله حبدأ أعمل الإعلان على صفحتي وأبدأ في القاهرة وإسكندرية في الاتنين لأن أنا إسكندراني أساسا فلازم إسكندرية برضي وباليها إن شاء الله بقى هنتابع التلزة بتاع الكورس ده على الهاشتاج بتاع الدكتور ننزل الهاشتاج هنتابع بقى ونعرف الأيتمز بتاعته إيه وإن شاء الله من حاجة نتابع إن شاء الله دكتور برضو من ضمن الأسئلة اللي جات إزاي أعرف إن أنا في علاقة صحية إيه الخطوات اللي كتبني عليها علاقة صحية إنك تعرفي في علاقة صحية إنك تعرفي تنامي بالليل وما تفكريش لو وصلت المرحلة إنك بالليل تخلش على سريرك وتنامي وما فيش أي حاجة فأنت علاقتك الزوجية أو علاقتك العاطفية سليمة علاقة الشغل الكويس كل حاجة كويس ومحدش بيحب الكل محدش بيعمل كده لإن حتى لو العلاقة كويسة عايز الأحسن عايز الأحسن عايز الأحسن الرضا ونرضى والحمد لله عل معانا ونتصل نتواصل مع بعض ونحسن مع بعض ولازم توصلي للي قدامك إن في حاجات نقصانة عايزين نصلحها في حاجات حلوة عايزين نكبرها في حاجات مش كويسة عايزين نقللها وهكذا كل ده بالكلام والتواصل كأسلوب وكوقت زي ما اتفقنا بس طيب يا دكتور هناخد فاصل صغير وهنرجعتين يستنون أهلا بيكم مرة تانية ورجعنا لكم تاني مع دكتور حسام دويدول الريليشنشيب ان لايف كوتش أهلا بحضر لك يا دكتور دكتور هنرجع بقى لنقطة إن احنا نتقبل ونسامح بالنسبة للتنين اللي انفصلوا عن بعض وفيه ما بينهم أولاد بالنسبة لإن احنا نتقبل ونسامح ده ما بيحصلش تمام؟ ومش كل الناس تقدر تعمل ده وفيه أصلا بيبقى في الزاكرة عندنا علامات كده معينة تمام؟ حصلت محدش من الاتنين يقدر يسامحوا بتبقى حاجة كبيرة يعني فممكن يتجاوزوا حاجة زي كده زي خصوصا انتي بينهم أطفال بصي هي من يعني أكتر المشاكل في موضوع الطلاق ديت الأطفال انتي كويس إنك فتحتي الموضوع دوت وبشكورك فعلا عن الموضوع ده الأطفال ما لهمش زنب يعني النقطة إن الأطفال في قصة الطلاق ديت هم ما لهمش أي زنب في قصة ديت فلازم لازم نبعتهم عن المشاكل وانتي كنت يقولتي حاجة برضه قبل ما نطلع الفصل في الأول خالص إن الأب يقعد يقول ده مامتك عملت وعملت وهي تقول ده بابك عمل وعمل الكلام دوت لازم نلغيه خالص الطفل يطلع برا قصة خالص الطفل أحاول أزبط له حياته كأنها ما حصلتش وبعدين يعني دي مسئولية على الراجل وعلى الست يعني قصة الرجالة بقى ما بتدفعش النفقة وخلاص مش طيقها ومش طيق عيالها عيالها إيه ما هي عيالك يعني إيه الكلام ده والستات اللي تمنع الرجالة إنهم يشوفوا عيالهم والرؤية ومش الرؤية يا إيه يا جماعة ليه كده؟ ليه كده؟ إحنا أنا وإنتي فيه مشاكل اللي جنبنا ملهوش مشكلة ملهوش قصة ملهوش شيلة في المشكلة دي بقى هيطلع بعد كده البنت الزغيرة شايفة اللي حصل هتبقى غير سوية بعد كده في كل علاقتها الولد هيبقى غير مش سوي خالص في كل علاقاته طب هنقول حاجة في النقطة دي إنتي تجني قولي لي فقد الشيء بيدي مش دايما يعني هو مثلا شايف إن البيت كان منفصل كان فيه مشاكل كتير لما يجي في بيته أعتقد يعني مش هيعمل كده هيبقى هو محتاج إن هو يعيش في أسره سوية ومحتاج عيلة متزنة أو سوية فأعتقد أعتقد الشخص يعني هو مش هيكرر التجربة دي تاني في حياته مش هيكرر التجربة دي في حياته بس هيبقى داخل وخايف يحصل كده خايف يحصل كده فحيعمل أتراكشن لكده حيشد كده هو مش في ليجيته لأن دي حاجة خصوصا في الأطفال الزغيرة في حاجات عارفة زي زي جهاز الكمبيوتر كده الهاردسك بتاع الكمبيوتر أنا بحط بملاق بخزن 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 عشان أوصل للحتة اللي أمسح منها ديت أنا عايز أعرف هو فيه إيه فكل ده تخزين جوه الطفل لما يكبر هو مش فاكر أساسا ممكن ما يفتكرش الموقف كله بس هيأثر عليه قدام وزي ما بتقولي هو بيبقى طالع نفسه يعيش عيشها غير اللي عاشها تماما وغير الظروف اللي تحط فيها بتلاقيهم كلهم حصل لهم نفس الظروف تاني عشان بيشد طيب يا دكتور في اختم حلقاتنا بقى ديني نصايح لكل الناس إزاي يقدروا يتواصلوا في علاقة صحية ويبقوا سويين بسي زي ما قلنا تتقبل اللي قدامك إن ده إنسان ربنا خلقه لحاجة معينة حيعملها في حياته وليه وقت معين اتعرفت عليه في وقت معين سواء زميل صديق واتفر اتعرفت عليه في وقت معين جهل غرض معين في حياتي عملي الغرض دوت وانتهى دوره أو لسه مكمل معايا مكمل معايا ربنا يكرمنا سوا انتهى دوره الحمد لله إنه علمني ومع ألف سلامة وفي حد تاني هيجي مكانه والكوميونيكيشن بقى الاتصال بالناس ما ينفعش أعيش لوحدي يعني ما ينفعش أعيش لوحدي في الحتة دي على فكرة حتة الكميونيكيشن دي بجد بجد يعني أنا سعيد جدا بكل زملائي وأصدقائي اللي كلموني وشافوا الحلقة اللي فاتت وشجعوني إن أنا أجي تاني وأكمل الحلقة دية لأن فعلا فعلا أنا التيم بتاعي عندي تيم زغير كده في السوشيال ميديا كانوا حطين تارجت معين للسوشيال ميديا والمشاهدات بتاعت الحلقة اللي فاتت والغريبة إن هالحلقة نزلت كاملة إحنا عاملين أشيفمنت يعني محققين الهدف بتاعنا 110% اللي كنا حطينه فالعلاقات والصداقة والزمالة وإزاي تعامل الناس هي دي اللي بتخليك تحس بالفخر إنك عايشة ما تقفليش ما تقفليش مع حد حاولي تتواصلي مع الناس كلها هتلاقي إن الدنيا مختلفة خالص أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور وبشكر حضرتك مرة تانية أنا كتلعت معي الحلقة دي تاني فضيت نفسك إن شاء الله كل الناس أتمنى يعني كل الناس تعيش في حياة صحية وعلاقات صحية سواء زمالة سواء جواز أي حاجة أنا بشكر حضرتك تانية دكتور مرة تانية الدكتور حسام دي ويدور relationship on life quotes استنوني بقى التلاتي الجاي ساعة 9 معضيف جديد باي بار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة